مرحبا حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير ياريت اذا حبيت الفيديو تضعوا لايك واذا انتم اشتركوا فيي ما كوني اللي مع قطيب كيكة البطاطا الحمرة الصحية 400 غرام من البطاطا الحمرة 4 بيت 1.5 كوب من الطحين الاسمر نصف كوب طحين البطاطا 3-4 كوب طحين هردة 3-4 كوب حليب جوز الهند 3 معلقة كبيرة من الكاكاو نصف كوب من دبس الامر 2 معلقة كبيرة من خل 2 معلقة كبيرة من كربونات السوديوم رشة ملع جوز حزب الرغبة معلقة كبيرة من الطحين معلقة صغيرة من القرفة نصف معلقة صغيرة من الزنجبيل والكريمة ربع كوب حليب جوز الهندلة 3 ملي من كريمة الخفق 2 إلى 3 معلقة كبيرة من العسل للزينة بطاطا مسلوقة تقريبا مسلوقة 25 دقيقة وبرش شوكولة بلا سكر والمكونات مكتوبة على الشاشة طبعا أول شي بنسلق البطاطا كتير مليح بنشيل منهم من البطاطا بعد 25 دقيقة كم واحد للزينة يعني التحينة ونقرر بطاطا ونقسر بطاطا ونضرب فيد والتحانة وننخلط بعد ذلك لنضرب البطاطا ونقرر بطاطا الهند ونخلطينه بشكل مليح وضربين بالمضرب الكهربائي نضرب في قرفة ، ونخلط ونقرر ذلك بالحليب جوز الهند محليب جوز الهند والبطاطا والبيض و كل المواد الغربلت عليها والطحين و خلطتهم مع بعض نخلط الصودا مع الخل و نخلطه مع بعض و نخلطه مع بعض و نخلطه مع بعض و اخر شي ننزل الجوز فيه و نخلطه منيح و نحطه بالقلب و نضربه هذا و نفوته على الفرن و يكون على 180 دقيقة عن 45 دقيقة بعد نحضر الكريمة نضربه ثلاثة ملي من الكريمة و اثنين الى ثلاثة معلقة كبيرة من العسل نضربه هذا و نجهزه و نجعله بالبراد و نغطيه و نجعله بالبراد تماما بعد ما تبرد من زينة بالكريمة يعني ما من زينة وهي سخنة وهي بردة بس نغطيها اهم شي نغطيها مشان ما تنشف وهيك نساويها شوي اي عدات بدنية بعدين بالشوك هيك شكلتها شوي وزينتهم بالبطاطا الحمرة متل ما شايفين وشوية شوكولات بلا سكر هاي وهيك صارت وصفتها جاهزة ان شاء الله عجبتكم الوصفة واذا عجبتكم لا تنسوا لي اللايك وبحبكم كتير والى اللقاء في وصفات قادمة هيدو